اعلان رئيس الوزراء بأحمد توجهه إلى جبهات القتال لقيادة الجيش ضد متمرد جبهة تحرير تيغرايا ومناشدة الخارجية الإثيوبيا الزعماء الأفارقة للوقوف بجوار أديسابابا تطورات متسارعة مقلقة في الحرب الضائرة في البلاد منذ أشهر الجبهة الشعبية لتحرير تيغرايا أعلنت أن المعارك تقترب من العاصمة أديسابابا بل أن مطاراتها أضحت في نطاق سواريخها ومع هذا الوضع يتزايد القلق الدولي مما يمكن أن يشكل نقطة الانعراج في الأزمة السياسية والأمنية في إثيوبيا والتي قد تطيح بالعاصمة التي أصبحت على مرمى حجر من قوات تيغراي في مسافة تقل عن 220 كم الأمم المتحدة أعلنت من جهتها إجلاء عائلات موظفيها الدوليين قبل أن تدعو عدة دول رعاياها إلى مغادرة البلد بأسرع وقت على غرار فرنسا وتركيا وأمريكا التي وضعت ثلاث سفن حربية بالقرب من إثيوبيا لمساعدة الصفارة الأمريكية عند الضرورة وفي ذات السياق جنوب إفريقيا وكينيا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار بين كل الأطراف المتصارعة والانخراط في حوار سياسي يشمل جميع الأطراف هذا وتدخل الحرب الأهلية في إثيوبيا عامها الثاني مسفرة عن مقتل وتشريد ونزوح الآلاف أمام تحذيرات أممية وقارية من مجاعات محتملة ووضع إنساني متردي ترجمة نانسي قنقر